اشتركوا في القناة فريق بن عكنون فاز أمام تحكيم رائع الجميع أشاد بالحاكم بن يحيا لما يكون حاكم مليح نقوله حاكم مليح أدار الحاكم بن يحيا اللقاء بامتياز فرحة كبيرة كانت عنده نجم بن عكنون الذي سيلعب رفقة واتسوف الموسم القادم في القسم الأول في حاضرة الكبار ممكن يستقبل في ملعب 20 أوت أو في ملعب 5 جويلية ولأنه ملعب 5 جويلية ممكن رح يغلق محمد يغلق نعم بن عكنون استحق هذا التتويج والصعود ولو أننا كنا نتمنى بالنظر لما حادث في هذه البطولة كنا نتمنى التنين يصعدوا مع بعض لأنهم حقيقة قدموا مستوى لبأس به الحاجة لتفرح أيضا الروح الرياضية رح نشوفه بعد قليل صور جميلة لاستقبال فريق نجم بن عكنون للعبين تعا فريق ترجي مستغانم سفقوا عليهم مطولا عند التحاقهم بالحافلة لو كان في هذه الصور نشوفهم حمزة إذا ما كاش ما عليش خلينا مع هذه الأجواء تعال الفرحة هذه صور جميلة لفريق بن عكنون ولأدارة نجم بن عكنون التي سفقت مطولا على كل عناصر فريق ترجي مستغانم هذه قدم جميل أنه تخلص المباراة بهذه الطريقة كما قلت لك التعادو كانيك في بن عكنون للصعود الفرحة كانت كبيرة في شوارع بن عكنون وعند أنصار الفريق اللي ما حضروش بقوة لأنه المباراة لعبت بدون جمهور طبعا ولكن الحفلة تواصلت في خارج أرضية الميدان الله فنهنيوا بن عكنون لأن داروا مشوارها رائع منذ انطلاق الموسم هما في المراتب الأولى ولا في المرتبة الأولى وزيد ردوان ما سمعناه حتى شيء عليهم يعني حتى سكندال ما سمعناه تقريبا فوتوا موسم رائع ونقولوا لهم يا ولدي الموسم الجاي راح يكون صعيب ردوان لازم يحضروا لهم كيما لازم الحال ومستغانم عرض لك المرتبة مستغانم و العمجة إن شاء الله لي ملأ لي ملأ مستغانم أيضا وشبيب التيارت أيضا مشرية فيرق تلعب كورت قدم جيدة ضماجة الحكاية تعيط لعوا واحد فقط مكاش ديماتش باراج مكاش يعني وهذا النظام المنافسة اللي خلى فيرق لو نشوفوا الكلاس مو فيرق كيما غيريزان شبيبة سكيكدا ويدات لمسان شكون أيضا سعيدة سعيدة ملودية سعيدة كل هذه الولايات سقطت لحضرة القسم الثالث وتلتحق باتحاد البليدة سكيكدا أيضا شبيبة سكيكدا التي سقطت أيضا لحالي القسم الثالث هذا السيستام الكمبيتيسيو اللي داره هنا وحد الوقت العلامات عكورت القدم وطلعوا الكامل والهبطة ولو يهبطوا خمسة ويهبطوا ربعة ويهبطوا ستة أنا حسبت العام اللي فات في الناشيونال دو ولو ناشي هبطوا طناش شامي اشتنا في ليجروب كامل يهبطوا طناش نادي إلى حضيرة القسم الثالث حرام على الناس هذول اللي كانوا يديروا في حملات انتخابية فقط أمين أكساس نجم بن عكنون ونادي سوف في القسم الأول أولا هني وفارق نجم بن عكنون على الصعود تحهم قلهم كوشين بروك أول مرة في تاريخها صعود مستحق مستحق وبيكل جدارة فارق محترم فارق يلعب كورا نظيفة عنده مزيج بي لعب شبان ما يدير مشاكل ما يتيري على الإزار بيت بالحجر ما يدير أنا فرحت كي طلعوا بن عكنون باسكو يميريتي باسكو يقول لك فارق محترم عندهم دوك يقولوا انتاجي هاوي باسكو يطلعوا هاليح بالصر أم عليش خليهم يقولوا أنا كي نهضر على بلي وش أنا نهضر أنا كي نشوف فارق محترم نحترمه أنا نهار تكلمت على بلي اللي من تكلمت أنا نتكلم على المناواشات وعلى أقدار وعلى غير ما تقلق شرعك ياخي شتوش قال لك علي مقبيلات أنا أقدار أنا كي نهضر نهضر وش كي جي يبنس على لا لا وكي نهضر ما شي باش نقس الناس نهضر حقيقة باسكو على بلي بلي في الزائر ما يحبوش حقيقة هذه معروفة بسما هذه الحاجة ما تجينينيش فهمت قلت لك في صعود مستحق بار كلهم باسكو يقول لك فارق محترم من الجولة الأولى هو في المراكز الأولى تاني ترجي مستغانم لينحييه وتاني إلى آخر جولة تاني لعب على الصعود فارق محترم وإلى التعكورة قادم عندهم ملعب شباب أنا كنت أتمنى تاني ترجي مستغانم يطلع باسكو فارق تعليل لعب في الناشونال إن ديجا صح عندو تاريخ صحة عندو سما عندو لعب ديجا في الناشونال إن إن شاء الله العامل جايب باسكو شوف احنا في الجاير إكزامبي ترجي مستغانم ما طلعوش سي باسكو نهاية العالم باسكو نهاية العالم باسكو نزيد تخدمه بالك عد العام يقدروا يدوها بالك ميدوها بسحس صرفوا ضراءها مصفروا ججبوا لعاب ينجبوا مدريبي أنا أقول ترجي مستغانم لعب الجاي يعودوا يبنوا فارق يعودوا جيبوا بونقرينر اللي بالك إن شاء الله يعودوا يحقوا الصعود في الموسم الجاي يكملوا في هذه المينوال هدايا أشبال بوشبية اللي كان عندك مدرب لما كنت انت مدير فني صعدت مع فريق بنع كنون هذه الإدارة التي عملت المستحيل بيش تدخل التاريخ لأول مرة نجم بنع كنون يصعد إلى حضيرة الكبار كون مصي قولوا لهم باروك طلعة لنا داروا باركور إكزامبلار صح يميريتيو على كل حال طلعوا نتمنى لهم كل خير مستغال مقصي هم قلنا داروا باركور مليح كان تيارت لأسقا فيهم هم بعدي طاشات تيارت شوية اللي يتلعب كورة مليحة وعندهم ملعب ما شاء الله وسيبورتر عشي كبير صح سيدهم عشبار فالفوتبولي اللي نقولوا إن جيست ولكن مستغال متميريتي سيفريك لاني بروشان ينجموا يطلعوا يخدموا وممكن يزدوا يطلعوا ما ولا تيارت ولا نحن نتمنى لهم كل خير اللي صعدوا ويعني كالآن عندنا فريقين جدد للدو سيلة برميا فوا يلعبوا فريق النادي سوف واتسوف وأيضا نجم بن عكنون هل تعتقد بأنهم عليهم من الآن التفكير جيدا في الموسم القادم باش ما تصر لهم شكي ما تيارتو زي كي بل يعاودي يطلع ومبعد ما يقدرش يتأقلم مع النسونال اللي يعاودي يسقط كأنه ما تيارتو بيانسور عندهم لإكزمبل تعلبي الدخن شكرا صح طلعو عارفوا كيف شي مانتوني ورحهم ورحهم بيان قاتر يام أو سنك أما في كلاس ما بيان كلاسي بيانسور 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 أعتقد أنهم نحن نعلم بيانسور بيانسور ورحهم بيانسور ورحهم لا يرى بيانسور إدارة نجم بنعقنول يتكلم على هذه الإدارة يقول بلي إدارة لم يصرفت أموال كبيرة جابت لعبين شوفرونيكي بوكاش كاين بن شريفة معاوية مكلوش ومجموعة من الشبان داروا مزيج هل هذا الشيء هو اللي خلاهم خاصة أنهم لعبوا موسم كامل فوق أرضية ميدانهم بدون جمهور يلعبوا أو يكلوا رغم هذا قدروا يحقوا الصعود شوف هما هما زيتين تليجون باش يلعب الصعود لازم له بوكو جوارد إكسبرينس لو كان غير بليجون ما يطلعوش ما يطلعوش ما يجابو بوكو جوارد إكسبرينس تركال ما يطلعوش مجموعة من الشبان ومجموعة من الشبان في الأنسان يجب أن يتعلم في الأنسان لا يزال لا يزال وإذا كان يتعلم يجب أن يتعلم لا يزال تتعلم ويبدو أنك معروض في واتسوف من أجل الاحتفال بالصعود احتفال سيكون تاريخي إن شاء الله واتسوف نحن نبركو لهم برمير فالي طلعوا الديفزيون أعتبر أنه طلعوا ب10 فنقرة قبل نهاية البطل من نكتب المشارعة المريد الذين ستجدون نتمنى لهم أن يتعطي المنطقة لهم حولهم لهم ويقاعدوا 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 سيفعله ويقاعدوا ويقاعدوا ونجرا لهم يقاعدوا نتمنى لهم أن يكون كل خير وما قلت ليش لا تلبي الدعوة ولا سيبان كورسير أنت يا لابوكاتح مولا كيف أنا سكسيتك أنا أقول لي بليك معرض إن شاء الله شكرا لك بها أحبيت دفشي يا أمين نو تاني اتحاد سوف لي ما تكلمناش عليهم ما تكلمناش عليهم أسبوع الماضي لا لا ما كي سعدوا وتكلمن عليهم تان ما كنتش حاضر ما كنتش أنا تان ما كنتش على بيان ما تكلمش هني وهم كل شي مبروك وتاني صعود أن يقول لك قلت لمستحق صح إن شاء الله العمل جاي ديروا بوني كيب ويريحوا في حضرة الكيبار وتكلمت على حاجة طريزان بورتنو دوك عالب بن عاكرون وما قلت قلت عام كومبلي وهم يلعبوا أو يكلو أو يكلو ما مش لازم تيري بالحجور ودي لابريسون وضارب نو سي طريزان بورتنو صح أنا لعبت في أولمبي العناصر في الوامر كين ميت نسي بورتر حقنا سعود دوفو بلا مشاكل بش يفهموا الناس باش يشوفوا التقافة الكوراوية كيف هاش مش لازم تدار مع الاربيت مش لازم تيري بالحجر مش لازم تدير مش لازم تدير انفايس من تيران سي طريزان بورتنو صح صح احنا دووا المشكل في الجزائر محبوش يفهموا عملوا ملاباقار وبلغا بريسون وما نطلعها من نجم بن عاكرون لقزون طلعوا بلا ما مضربو مش لازم سي باوبليجي لازم يكون عندك سطاد معمر كده باش تطلع نوهم طلعوا نجم بن عاكرون ونحييوهم ربحون كاتورز ماش عدوا ميسين بدون سيركنس ما كاش بلا نقوت ذاك بلا غاشي واما مستغالم ربحوا دهبا وإيابا هدوا لعبهم حبيت نسكسي كم كين دي كلوبهم كين بارادو وطلعوا تاني بلاوسمو كين أولمبي ناشونا وكين لعبهم كين بن عاكرون كين دي زي كيب اللي معنهم مش دي سي بورتير صح ويطلعوا هم لعبوا في الناشونال كين كنت ميلي تي تطلع